بعد سلاسة أشهر بالتمام والكمال من زيارة الميدانية التي قام بها وزير والبنية التحتية وفك العزلة الدكتور إدريس صالح بشر إلى ولاية البحيرة بوجة معرفة سير عمل مشروع رصف طريق بول لواء الذي توقف عن العمل منذ إطلاقه في يناير عام 2020 يعود الوزير مرة أخرى للتقييم ما نفزته شركة حوارة المغربية التي تعحدت في ديسمبر المصرم بمواصلة العمل لإكمال المشروع في الوقت المحدد له حيث رافق الوزير في هذه الزيارة مستشار رئيس الوزراء المكلف بالبنية التحتية والنقل والطيران المدني أبكر موسى هارون تربو وكذا حاكم ولاية البحيرة أدم مصطفى إبراهيمي هذا وقد لاحظ الوزير عدم تقدم العمل في هذا المشروع ودعا مسؤولي الشركة المنفزة له إلى احترام كافة التعهدات لإكمال هذا المشروع الذي تبلغ مسافته 85 كم فقط مسؤولي الشركة من نهيتهم سرد للوزير الصعوبات التي تقف نحو تقدم المشروع والمتمثلة في معدات العمل وكذا مشاكل فنية أخرى كما أقد الوزير ويدريس صالح بشر لقاء أخر مع أعضاء بلسة المراقبة الخاصة بمشروع رصف طريق أنجوري بول لتقييم سهل عمل المشروع وهنا أعطى الوزير توجيهات صارمة لمسؤولي الشركة مفادها إكمال هذا المشروع في الوقت المهدد له وسيعود الفريق الفني بعد شهر من الآن للقيام بعملية التقييم اشتركوا في القناة